في زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام عدى ظهر اليوم إلى الخرطوم رئيس المجلس السيادئي الفريق عبد الفتاح البرهان والوفد الوزاري المرافق له والذي أجرى مفاوضات برعاية إماراتية مع وفد أمريكي موجود في أبوظبي منذ أيام وحسب مصادر إعلامية فإن الوفد الوزاري المرافق للبرهان برئاسة وزير العد نصر الدين عبد الباري ناقش بشكل مباشر مع الوفد الأمريكي عدد من القضايا أبرزها رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب ودعم حكومة قاعد إضافة إلى إعفاء السودان من الديون الخارجية بينما أشارت بعض التسريبات أن المفاوضات التي خرجت في الإمارات وضعت حجر الأساس لتطبيع محتمل في العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب والذي تسعى إليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أسرع وقت ممكن ليتنسب مع واقية الانتخابات الأمريكية وقال مراقبون للشأن السوداني أن مناقشة ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس من أولويات الفترة الانتقالية وأن الشارع السوداني رافض لفكرة التطبيع جملة وتفصيلا وتساءل المراقبون أيضا عن سبب غياب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عن المفاوضات التي جرات برعاية إماراتية ويبقى السؤال الكبير لماذا جاءت زيارة البرهان بهذا التوقيت وهل سيلتحق السودان بالإمارات في ركب المطبعين وتتخلى الخرطوم عن لقب عاصمة اللاءات الثلاث